السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عجائب عبد السلام النابلسي تنبأ بوفاة كاميليا وأحب الراقصة زينات علوي وهرب أمواله في دبدوب الكونت هو لقب الفنان عبد السلام النابلسي في الوسط الفني والذي شارك كبار نجوم السينما المصرية خلال مشواره الفني بينهم العندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وإسماعيل ياسين وتميز بعدة إفيهات في معظم أفلامه منها ناس ليها حظ وناس ليها ترتر وإفيه يا أيتها السماء صبي غضبك على الأغبياء هو حسب الله السادس عشر في فيلم شارع الحب وزيزو حلاء السيدات والأستاذ رشيق في الحموات الفاتنات وعدنان في إزاي أنساك وعزيز معزوز في فيلم السبع بنات وغيرها عشرات الأفلام التي ظهر فيها عبد السلام النابلسي بشخصيات تجبه شخصيته الحقيقية التي تمزق بين الطيبة ومحاولة إظهار الأرستقراطية والاستعلاء حتى وإن لم يكن يملك الكثير من المال والأملاك وبخفة ظله التي جعلته من أشهر فناني الكوميديا الذين ساعدوا على نجاح العديد من أفلام ونجوم الزمن الجميل وشارك عمالقة الفن في روائع الأعمال ولد عبد السلام عبدالغان النابلسي في شمال ترابلس اللبنانية في 23 أغسطس عام 1899 إلا أن جزوره تعود إلى مدينة نابلس الفلسطينية وكان جده قاضي نابلس الأول ومن بعده والده وأرسلوا والده إلى مصر للدراسة في الأزهر حيث حفظ القرآن وأتقن اللغة العربية إلى جانب اللغتين الفرنسية والإنجليزية وبدأ النابلسي حياته العملية كصحفي وعمل في أكثر من مجلة حتى أتيحت له الفرصة للعمل بالفن فشارك في فيلم غادة الصحراء ثم فيلم وغزة ضمير عام 1931 كما عمل مساعد مخرج خاصة مع الفنان يوسف وهبي ولكنه تفرغ منذ عام 1947 للتمثيل حقق النابلسي نجاحا كبيرا في أداء الشخصيات الكوميدية وكان يظهر دائما في دور صديق البطل في العديد من أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وإسماعيل ياسين وفي حوار نادر للفنان عبد السلام النابلسي أعترف أنه أحب الراقصة زنات علوي بعدما اشترك معا في فيلم إسماعيل ياسين في البوليس السري عام 1959 وعرض عليها الزواج لكنها رفضت ومن عجائب الفنان عبد السلام النابلسي أنه تنبأ بنهاية كاميليا وبأن تموت محترقة في طائرة حيث كان آخر فيلم شاركت فيه كاميليا قبل مسرعها هو فيلم آخر كتبة مع فريد الأطرش وسميا جمال وعبد السلام النابلسي الذي كان يقوم بدور مندوب شركة تأمين يحاول إقناع كاميليا بأن تؤمن على حياتها والأغرب أن آخر مشهد مسالته كاميليا في الفيلم كان عبارة عن حوار يجمعها بعبد السلام النابلسي وكأنه يتنبأ بما سيحدث لها حيث انحنى النابلسي في المشهد وقال لها يا مدام ست حلوة زيك لازم تأمني على حياتك انت لسه شابة وصغيرة من عارف يمكن يحصل لك حاجة يمكن تركب طيارة وتتحرق بيكي والجمال دا يروح كله وسمعت كاميليا هذا الكلام من زميلها في الفيلم دون أن تدرك أنه يتنبأ بما سيحدث لها بالفعل من مأساة في الطائرة المشؤومة في عام 1962 رحل إلى لبنان بعدما تفاقمت مشاكله مع الدرائب والتي بلغت 13 ألف جنيه في حينها ولم تفلح محاولاته لتخفيضها إلى 9 ألاف وأخذ يرسل مصلحة الدرائب حوالة شهرية بمبلغ 20 جنيها فقط وهو معتبرته مصلحة الدرائب دليلا على عدم جديته في السادات فقررت بعد ثلاث سنوات من رحيله الحجر على أساس شقته المستأجرة في الزمالك والتي لم تكن بقيمة المبلغ المطلوب وظلت القضية معلقة حتى وفاته في عام 1968 رغم تدخل العديد من رموز الفن في مصر وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلسوم اختار عبد السلام حيلة وهي وضع أمواله كلها في دبدوب كانت تمسك به ابنة الفنانة نجاح سلام والتي سافرت معه ولم يعود الفنان عبد السلام النابولسي مرة أخرى إلى مصر عاش النابولسي في بيروت وأصبح في عام 1963 مديرا للشركة المتحدة للأفلام وساهم في زيادة عدد الأفلام في لبنان ووضع تحويشة عمره في بنك انترا لكن الأزمة أن عبد السلام لم يضع الأموال في البنك كوديعة ولكن كأسهم في البنك أي أن عبد السلام لم يكن من أصحاب الودائع ولا عميل للبنك بل كان من ملاك البنك أفلس البنك وعوضت الحكومة اللبنانية المودعين بأموال وقالت أن أصحاب الأسهم ملاك للبنك فليس لهم أي تعويض اشتهر النابولسي بأشهر عازب في الوسط الفني فلم يتزوج حتى بلغ سن الستين عاما وأحب أحد معجباته جرجيت لكن رفض أهل جرجيت زواج عبد السلام من ابنتهم بسبب فارق السن والديانة فقرر عبد السلام خطف جرجيت وتزوجها ثم قام أهلها بخطفها رفع عبد السلام قضية لكن عرف أن القضية ستأخذ وقتا طويلا وبالتعاون مع صديق له قرر عبد السلام خطف زوجته جرجيت من حديقة منزلها ومر عليها رجل من الأمن يرقب سيارة مرسيد صغاية في الفخامة ورقبت معه واختفى السنائي لمدة شهر كانوا ضيوف على الفنادق وكل يوم كان يغير محل إقامته حتى مل أهل جرجيت من مطاردتها وقرروا مقاطعتها قالت جرجيت زوجة الفنان عبد السلام النابولسي خلال لقاء لها عن قصة زواجهما عام 1963 كنت برقبه وبشوف طريقته في حواراته وفيه واحدة معجبة سألته ليه ما تجوزتش فرده وقال أنا أتجوز ما تخلقتش اللي عبد السلام النابولسي يتجوزها فاتصلت بيه وعتبته وقلت له انت زعلت كل ستات البلد فاستعجب وسألني عمرك كام سنة قلت له 18 قال لي معقول وتدين دروس ليتطفق على أول مقابلة وقالت خدت معايا صدقتي وبنت عمتي أول ما شفني قال لي اسمك إيه يا أمورة قلت له جورجيت وقعدنا مع بعض بعد خمس دقايق قال لي تتجوزيني قلت له قديني فرصة أفكر قال لي دي فرصة عمرك ومش هتتقرر تاني حقيقي عمر ما خطر على بالي انه هيصير فيه بيننا علاقة وزواج لانه حتى ما كانش بيفهم يعني ايه متجوزين يقعدوا فترة طويلة وكنت بتبسط جدا وهو جنبي ودي أحلى أيام عمري اختلطت فيها كل المشاعر سوا وعبر الفنان عبد السلام النبلسي عن زواجهما وحبهما في لقاء نادر خطفتها على حصان أبيض وقلت لها فرصة عمرك ومش هتتعوض لما تقدمت لها وكان عندي فضول دايما اني أعرفها هي كانت معجبة بيا وأنا وقعت في حبها ومن أول لقاء طلبتها للزواج وفي عام 1968 توفي عبد السلام إسر أزمة قلبية حادة ومات نبلسي فقيرا بعد أن أفلس البنك الذي وضع فيه أمواله وتكفل فريد الأطرش بكل مصاريف جنازته أما ما يخص الوفاء فأوضحت زوجته أنه كان يصور فيلما في تونس بصحبة فريد شوئي وصباح وكان متعبا للغاية وبعد عودته لم تمر خمستاشر يوما وحدثت الوفاء في ليلة الوفاء كان الراحل متواجدا في منزله بصحبة عدد من الأصدقاء من بينهم نيازي مصطفى وفريد شوئي وهدى سلطان فشعر بتعب شديد وحينما حضرت سيارة الإسعاف توفي في طريقه إلى المستشفى وهو منسج بيد زوجته